التكريم من رئيس الجمهورية يعني التكريم الأعلى لأي رياضي السيد عبدالفتاح السيسي احكي لي عن الموقف ده احساسك كان عامل ازاي النقاش اللي ممكن يكون ولو لسواني دار بينكم كان عامل ازاي خلينا نقولك ان رئيسنا دايما حريص على ان هو يكرم اي لاعب عمل انجاز رياضي كبير بسرعة يعني احنا مفيش كنا لسه راجعين ما بقلناش يومين ثلاثة من الأوليمبكس قالوا لنا يلا في تكريم مع سيادة الرئيس الموضوع يعني كنت فاكرة ان انا بقى هو طبعا ليه هيبة وكل حاجة يعني احنا داخلين مغضودين بس هو فعلا بشوش يعني قاعد يتكلم معنا حسنا تتكلم مع باباكا بيكلم معنا بشكل كويس بيهزر معنا يمكن كان احمد الجندي جايب التيشرت اللي هو لعب بيو كان عايز خماس الحديث وكان عايز سيادة الرئيس ان هو يمذله عليه فمضاله عليه فيعني عمتا هي دي الفايب المنتشرة ما بين حتى الوزراء ورئيس الجمهورية ان الموضوع يبقى فاندي انت مش هازم تبقى خايف وانت رايب تتعامل معهم مفهوم مفهوم طيب وانا صغير كنت بحب برعب كوراوي بس جيت عند سنوية عامة كده ما هو ما قايت لي تعال هنا عد زك عارفها الخنادي ازاي انت لعبتي حصلت وذاكرتي وبيت دكتورة ما شاء الله يعني ازاي دي عايزك تواجيها كرسالة حتى لأولياء الأمور لانه دايما بينظر للرياضة باعتبارها انه هو يرياضة او اهتمام بيها واحتراف يامو ذاكرة مش اللي اتنين ازاي كان اللي اتنين حاصل وخلني اقولك النفس الخناعة اللي حصلت عندك دي حصلت عندنا برضو في البيت اه طبعا والبيت انقسم برضو نصين لو ايه خلاص بقى اعودي بقى ركزي في مذاكرتك او اكمل يعني في وضوع الرياضة بس الحقيقة ان هما سابوا لي حرية الاختيار في الموضوع يعني هما قاعدوا تكلموا معي وقالوا لي فكري كويس وخدي قرارك بس خليكي عارفة ان القرار اللي هتغديه ده انت اللي هتحملي مسؤوليته تمام وهتشيلي بقى قرارك ده بقيت حيات تخوف اوك اه يعني هما بس هما حطوني ازاي ربنا اديك على قد نيية ايوا هاشو قولي هاشو قولي كده قعدت فكرت على نفسي كويس وحسنت ان لا لسه ما اكتفتش من موضوع الكاراتي والبطولات فاتكلمت معيهم بتاني وقالت لهم انا هكمل في الاتنين وبإذن الله ربنا هيكرمي وطبعا هما كان لهم دور كبير جدا في حاجات كتير اولا ان هما كانوا بينظموا لي موعيد المذاكرة وموعيد التمارين والكلام ده كله لان ناتول اليوم مثلا في دروس وبذاكر ومسلا ممكن التمارين تبقى بالليل يعني انا كان فيه تمارين ربنا يديره ساحة كابتا محمد عبد الرجال المدرب بتاع كان بيعملها لي الساعة 12 واحدة بالليل عشان اقدر ان انا اتمرن بالرغم ان انا عندي مذاكرة وكانوا هما بقى طبعا اللي بيودوا ويجيبوا لان انا الوقت بقى اللي احنا رايحين مثلا فيه ساعة بتضيع في الطريق رايح وساعة بتضيع جاي فانا واسكى الكتاب في العربية وقعدة بذاكر فلازم حد يبقى هو اللي ساي فكانوا بيجوا يوصلوني التمارين وكانوا بيصهروا معايا فلا الموضوع كان صعب جدا بس انا مؤمنة ان لا الرياضة بتعطل عن الدراسة ولا الدراسة بتعطل عن الرياضة ولا عايز ينجح في حاجة بينجح فيها مدام حاط الدماغه فيها فانا مش مع الحتة دي خالص بالنسبة الاهالي